نكون مع دكتور طارق التميمي استشارة جراحة عظام ومفاصل موضوع اليوم حول تبديل المفصل نرحب فيه بصباحنا المين صباح الخير أهلا وسهلا فيك شرفتنا كل عام أنت بخير الله يخليك دكتور بالبداية حابين يعرف ما هو المفصل بسم الله الرحمن الرحيم بداية أتوجه لحضرتك والعاملين في القناة بجزيرة شكرا على استضافتي في المرة الماضية وفي هذه المرة وللساد المشاهدين ومن هم على أسرة الشفاء أتمنى الله سبحانه وتعالى أن يمون عليهم بالشفاء العاجل ومن كل ذلك المفصل هو التقاء عظمتين بوضعية معينة تؤدي حركة قد تختلف هذه الحركة من مفصل لآخر بمجالها بحركاتها لكن ما يجمع بها في مفاصل كلها أنها كلمة واحدة أنها ذاك العضو الذي مفهود أن يؤدي الحركة مفصل الكتف مفصل الحوض مفصل الركبة كبر المفصل أو صغر هو في النهاية عبارة عن التقاء لنهايات عظمية ما بينهم مجموعة من سوائل والأربطة تؤدي حركة متناغمة في الوضع الطبيعي لا يشعر فيها الإنسان لا يشعر بحركة الإنسان هلا كونما نحكي عن تبديل المفصل ما هو وكيف يتم تبديل المفصل بداية نتكلم عن الدواعي لتؤدي تبديل المفصل يمكن في المرة الماضية حكينا عن في ضرورة معينة بالضبط حكينا عن مجموعة أمراء تصيب الشباب مجموعة أمراء تصيب كبار السن قد تؤدي في المحصل النهائي لحدوث احتكاك هذا الاحتكاك يسبب ألم وبالتالي كلمة واحدة هي أساس تبديل المفاصل وجود ألم وجود ألم هذا محفز للمريض يضطروا يراجع طباء ومحفز للأطباء يضطروا يبتكروا ما هو جديد حتى يعالجوا هذا المريض فإن كان علاج هذا المريض يكون بالأدوية كان به فإن كان بالإبر كان به بالعلاج الفيزيائي هذا أيضا جائز لكن تأتي مرحلة تبديل مفصل كمرحلة نهائية بعد إجراء جميع المحاولات لتخفيف الألم فإذا الألم هو السبب الأول والأكبر والأهم لإجراء عملية تبديل مفاصل بغض النظر عن العمر وإذا قد نجد مفارقات أن هناك تبديل مفاصل كما هو شائع عادة لكبار السن لكن هناك أمرات تصيب سغار السن أو شباب تؤدي بهم إلى إجراء عملية تبديل مفصل في سن مبكر يعني في سن الثلاثين أو الأربين أو حتى الخمسين نعتبره مبكر لكن في الظروف العادية للإحتكاك اللي ممكن يصيب الإنسان ممكن تكون بعد أعمار الخمسة والخمسين والستين معتوا فيه دواعي اللي هو الألم البداية وتأخذوا طرق العلاج المتبعة وإذا ما نفعته هي جراحة ضرورية بالضبط يعني هاي نقطة أساسية مهمة لدى المريض ونقطة أساسية مهمة لدى الطبيب لأنه اختيار المريض الصحيح واختيار العملية الصحيح يؤدي بنتائج ممتازة اللي رح نحكي عنها الآن أنا حتى أحصل نتيجة 95% اللي هي نسبة نجاح عمي التبديل مفصل لابد أن تكون الظروف التي أدت لهذه العملية ظروف صحيح ما يكون فيه استعجال في إجراء العملية ما يكون فيه استهانة بالعملية هذه عملية ممتازة ودقيقة وغيرت وجه جراحة عظام كليا وغيرت حياة البشر كليا لكنها لا تقدم على طبق من دهب لأي إنسان أي إنسان يقول ركبتي أو أي إنسان يقول كتفي أو أي إنسان يقول زري يؤلمني تجرى هذه العملية إذن إذا أردنا نحصل أحسن نتيجة بدنا أحسن ظروف أحسن ظروف اللي هي محاورة تخفيف الألم ما أمكن بالظروف غير الجراحية الأخرى طيب دكتور سؤال يطرح نفسه هل عملية تبديل مفصل ضرورية إذا كانت فيه يعني ألم شديد وفيه معاناة من قبل المريض نعم نعم يعني هذا السؤال مهم لأنه يدخل في فلسفة الشعوب بمعنى إحنا في بلادنا هون يصل الإنسان إلى مرحلة من اليأس بعد محاورة العلاج بالأدوية والعلاج الطبيعي إلى أنه انتهى الموضوع وأنه ما في حل غير هيك بالرغم أنه يطرح عليه عملية تبديل المفصل لكن لا يعتبرها أنه إشي قابل للتحقيق في حين في بلاد الغرب مسألة تبديل المفصل عندهم متداولة جدا ذهنيا وبالتالي هو المريض أنه نفسه عارف حاله أنه عند مرحلة معينة لا بد له أن يقوم بعمل تبديل المفصل لماذا هي ضرورية؟ لأنه مطلوب الإنسان أن يعيش متحرك الإنسان الراكد الإنسان المستلقي بفترة طويلة على ظهره أو غير قادة على قضاء حوائجه هذا الإنسان سيصاب بالمرض آجلا أم عاجلا تصل الحال في بعض المرضى إلى حد الإعاقة أنه هذا غير قادر على أنه يقوم بقضاء حوائجه الأساسية وبالتالي عمليات تبديل المفصل تمكنه أنه يعيش حياة طبيعية بعد ما كان يتحرك الآن أصبح يتحرك بعد كان يمعتمد على الآخرين أصبح غير معتمد على الآخرين فإذن الجواب هو نعم ضرورية لبقاء وطيرة الحياة متحركة عشان يقدر يتحرك طبيعي في معنا الصور أنا حاب أن أخذها بعد أن نشرح مع المجسمات لما حضرتك الصور جاهزة يلا نشوف صورة صورة تفضل بكتور هذا مفصل للركبة بصوته الطبيعية والعادية واضح أنه في عنا عظمة الرطفة وغضريفة الركبة الداخلية والأربطة الداخلية في الوضع الطبيعي إذا تكون هذه الأنسجة ممتلئة بالسوائل تتم حركة المفصل بدون أي إعاقة بدون أي أصوات بدون حتى المريض يشعر فيها صحيح لكن فيما بعد لما يصاب الرباط الصليبي مثلا الأمامي أو الخلفي بنوع أنواع الإصابات ستصبح حركة الركبة مضطربة تؤدي إلى احتكاك زائد في الركبة حركة غير منتظمة في الركبة فتؤدي إلى تقشر طبقة الغضروف الناعم عن العظم وبالتالي ينكشف العظم فيصبح بدلا أن كان غضروف يتحرك فوق غضروف وبالتالي سطح ناعم على سطح ناعم أصبح الآن سطح خشن وهو العظم يتحرك على سطح خشن فأنا أشبهها وكأن الركبة تصبح تبكي كما العين تبكي وتنزل الدموع الركبة بتصير تعطينا سوائل زائدة عن الحد الطبيعي هذا نتيجة الاحتكاك نتيجة الاحتكاك وهذه السوائل لا تحمل نفس خاصة السوائل التي أصلا موجودة في ركبة أي إنسان طبيعي إنما هي سوائل فيها معاملات ألم فيبدأ المجد يشعر بالألم تزيد عن حجم غرفة وحجم الركبة وبالتالي تضغط على الأنسجة الموجودة وبالتالي تسبب للألم نشوف الصورة الثانية نعم هذه الصورة جانبية للركبة فيها نفس التفاصيل إحنا حكناها بول زيعة الصفار هو هاي المشكلة؟ هذا هو مكان الغضروف هذا هو مكان الغضروف الذي يصاب بالاهتراء ما فوقه وما تحته هو العظم لكن هذا مكان الغضروف الذي هو في الوضع الطبيعي يكون شديد النعومة وله خاصية للتحمل الصدمات لكن بتقدم العمر أو بأسباب مرضية أو بأسباب إصابات يصاب بالخشونة نشوف الصورة اللي بعدها هذه هنا أيضا نفس التفاصيل لكن بزاوي أخرى يمكن الصورة بعدها ممكن تكون فيها نشوف اللي بعدها لأنه إحنا مش بالترتيب دكتور سامحنا دكتور أيضا هاي ممكن أحد العلاجات المؤقتين بالضبط بالضبط هاي يعني عند كثير من الشباب إصابات في الأربط الداخلية تكون علاجاتها عن طريق الأدوية والعلاجات الفيزيائية خصوصا الرياضيين والرياضيين وأحيانا تستخدم يعني هاي المشدات قبل حصول إصابة يعني إنسان مقبل على رياضة معينة لزيادة في الوقاية يستخدم هاي المشدات نشوف الصورة اللي بعدها الآن هاي الصورة تظهر بداية حصول المشاكل إذا بتلاحظي أنه الخط الفاصل بين العظم الأولى والعظم الثاني أصبح في خطوط متعرجة هاي خطوط متعرجة تعبر عن اهتراء الغضروف والغضروف ما يصاب باهتراء لوحده كل الأنسجة من حوله أيضا تصاب باهتراء لابتلاحظي الأربطة الأمامية والخلفية أصبحت في وضع إنحناء فيها مشكلة فيها مشكلة يعني الشد اللي لازم تكون موجود فيه أصبح غير موجود يعني زي هيك حالة دكتور تنصح بعملية تبديل مفصل؟ هاي تعتبر حالات مراحل أخيرة يعني ما يعبر عنها بصور أشعة في الصلايدات القادمة تعطيك إيحاء على أن هذا المفصل متألم نقطة مهمة جدا نحن لا نعالج صور نحن نعالج إنسان بني آدم كثير جدا أحيان تجد أن الصورة تظهر علامات تآكل شديد لكن المريض شعوره بالألم خفيف أو متوسط وبالتالي ننصح لا ننصح بالعملية والعكس صحيح بعض الأحيان تكون الصورة تظهر علامات تآكل متوسط لكن شعور المريض بالألم أو طبيعة حياته مثلا هو إنسان منجز رب أسره ومطلوب منه وظائف عديدة تجد أن ركبته مسببة أو الألم شديدة في حياته معيقة له فالداعي لهذا والداعي لهذا الألم لكن قد لا يكونه على نفس الدرجة من السوء نكمل الصور مع الدكتور هذه الصورة معبرة جدا هذا اللون الرمادي أو السكني يعبر عن الغضروف الذي كان سليم والبقع المنتشرة خلاله هي البقع الذي كشف فيها العظم اللون برتقالي هذا العظم الموجود من تحت الركبة من تحت الغضروف الآن كشف فبالتالي مثيلات هذه البقع ستكون على الجانب السفلي من الركبة وبالتالي أثناء الحركة سيصير فيه احتكاك الخشونة تؤدي إلى زيادة في السوائل تؤدي إلى عدم ثبوتية المريض يشعر نفسه أن ركبته ستفلت منه هو مجرد شعور؟ لا هو فعلا لأنه زيما أصاب الاهتراء أصاب العظم وأصاب العضروف يصيب الأربطة وزيما هو واضح أن الركبة عبارة عن عظم فوق عظم وليس عظم داخل في عظم وبالتالي ثبوتها قائم على أساس الأربطة التي حولها إذا أصيبت هالأربطة يكون من السهول المكان أن يشعر مريض بأنها ستفلت منه خاصة عن نزول الدرج أو المشي السريع نرى الصورة اللي بعدها هذا شكل الرباط الصديبي الأمامي هذا خلاء إجراء عملي بالمنظار يعني إذا كان واضح أنه في أسفل الصورة في هناك قضيب أسود هو اللي بسمحنا البروب نمسك فيه الرباط ونشده نتأكد من صلابته فعادت عند الشباب عندما يكون ما فيه إصابات بيكون هذا مسكته في العظم جدا ممتازة بيكون أثناء التنظير واضح أنه يلمع دول على حيويته لكن لما يكون في وضع اهتراع مجرد أنه ما تشده بيكون في حالة رخاوة شديدة بيكون مطفي أو أصابه كثير من التكلسات من حوله فبيذهب بريق الحول هلأ انتهت الصور اللي معانا عودة معك دكتور طارق بدنا نعرف ما هي الأعراض اللي ممكن نشعر فيها المريض إن كانت مفصل اليد أو الكتف أو ممكن الأغلب اللي هي الركبة هل فيه أعراض معينة؟ نعم زي ما حكيت لك البداية إنه الألم هو العراض الأول وفي بدايات الموضوع يكون هناك ألم يشكب المريض من الألم وغير موجود على صور أشعة أي علامة الاحتكاك هذا في بدايات خالص الأعصاب تكون ما زالت عصاب سليمة وبالتالي عند حدوث مشاكل الاحتكاك يشعر المريض بالألم لكن تعمله صورة أشعة تجد أنه الاحتكاك عنده بسيط لكن مع تقدم الوقت أو عدم علاج المشكلة حيؤدي إلى تسارع في هذا الاحتكاك هذا أول عرض العرض الثاني الشعور بالانتفاخ زي ما حكينا هذه عبارة عن مسألة ميكانيكية الآن عظم بحك في عظم فهيؤدي إلى تجمع سوائل هذه السوائل تحمل حرارة الجسم وبالتالي تجمعها في مكان واحد حيؤدي إلى الشعور بالسخونة في هذا المكان بعض الأحيان انتفاخ انتفاخ سخونة قد يأتي المريض على الطوارئ بأعراض تعطي إيحاب أنه هناك التهاب بكتيريا أو التهاب قيحي لكن ممكن يكون هو حبارة عن احتكاك ولكن زاد نشاط المريض فترة أخيرة مثلا رحلة لو اطلع درجة بزيادة أو نزل درجة بزيادة رح يشعر أنه أدى إلى حدوث احتكاك شديد بعض الأحيان الآلام تكون موجودة بعيدة عن المفصل يعني ممكن مفصل الورك يكون فيه آلام يشعر فيها المريض خلف الورك أو يشعر فيها المريض في الفخد ويراجع طباء على أنه عنده آلام بالفخد هذا ارتداد الآلام ارتداد الآلام لأنه يعني مماسك العضلات اللي حوالين المفصل هي نفسك تتألم على طول امتدادها صحيح فكثير من الأحيان وحتى تكون انت بتقنع المريض إقناع يا مريض أنت مشكلتك في الركبة هو جاء يشكيلي من خنقول الساق أو أنه الساق متحجر أو يشعر فيها بألم شديد ويعتقد المشكلة فيها أو يعتقد أنه فيها تجلط وهو مشكلته أساسية من الركبة أو مشكلته في الورك أو الكتف ممكن تؤدي إلى مشاكل شد عضلي في الرقبة أو أنه صعوبة في التنفس لارتباطه بعضلات الصدر فالألم، الانتفاخ، الشعور بالسخونة فيما بعد تحدث علامات أخرى مشاهدات نسميها وليس عوارض لا يشكو منها المريض ألا وهو الإعوجاج يعني يصبح هناك اهتراء في المفصل بحيث أنه يصبح فيه هناك إعوجاج تغير في شكل مفصل بالنسبة للمفصل الورك الإعوجاج الذي فيه يؤدي إلى قصر يعني المفصل نفسه يصبح يترحل أعلى قليلا بفعل شد العضلات فيحصل قصر عند المريض ويبدأ يعرج بالنسبة للركبة يحصل هناك إعوجاج للخارج في معظم الأحيان وقد يكون للداخل قد يكون للخارج فالإعوجاج تأتي مرحلة متأخرة نحن لا ننتظر المريض لحد ما يصل لهذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر